ضمن الخطط والبرامج السنوية التي تقوم بها وزارة الآفاق الاقتصادية لتنفيذ برامجها حيث قامت أمينة الدولة في الآفاق الاقتصادية مادلين ألينجي بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 وجاء وضع هذه الخطة السنوية للاستجابة الإنسانية بمشاركة مختلف شركاء البلاد في الجانب الإنساني ففي بداية المداخلة أوضها ممثل برنامج أوشاء الدائم الأساسي لهذه الخطة على أنهم مع مختلف الشركاء وبإشراف تام من قبل وزارة الآفاق الاقتصادية سينفزون خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام بأكمل وجه وذلك استجابة للوضع الإنساني في البلاد أما في مداخلتها خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 أمينة الدولة في الآفاق الاقتصادية مادلين ألينجي أوضهت بأنه حسب إحسائية الوزارة فإن 6.9 مليون فرط هذا العام يحتاجون إلى الدعم الإنساني وبهذه الخطة السنوية التي وضعتها وزارة الآفاق الاقتصادية مع شركائها للدعم الحالات الإنسانية ستتم الاستجابة السريعة للحالات الإنسانية في البلاد